من سنة إلى تقريباً 24 ساعة من سنة إلى تقريباً 24 ساعة كان الناس لما يبقى فيه جلسة انعقاد مجلس شعب الناس ملهية في حياتها وفي مشاكلها وحاجات كتير إنما النهاردة أو مبارح بمعنى صح مبارح كل الشعب المصري تقريباً أو العالم كله والقرى الأرضية كلها كانت موجهة عينها وتركزها على مجلس الشعب مبارح ليه؟ لأنه ببساطة شديدة جداً الشعب هو اللي نزل وانتخذ من غير تزوير ومن غير محسوبيات ومن غير قرارات عليا ده يعين أو ده يفصل المجلس العسكري والمشير طنطاوي بعد رسالة يا مجلس شعب ويا نواب الشعب اتفضلوا استلموا السلطة التشريعية والسلطة الرقابية وعقبال إن شاء الله في خلال كم شهر أسلمكم السلطة سلطة البلاد عشان يرجعوا لمهمتهم الرئيسية وهي حماية حدود مصر إيه اللي حصل بقى جوه المجلس؟ وبما إن إحنا بقينا كلنا عايزين نعرف يعني إيه مجلس شعب وعايزين نفهم أكتر إيه اللي حصل جوه المجلس؟ وإيه المفروض اللي ما كانش يحصل؟ والناس دي فعلا هتحقق مطالب المصريين والشعب المصري ولا لأ؟ جبنا واحد متخصص في هذا المجال الأستاذ محمد غريب الصحفي بالمصر اليوم والمتخصص في شؤون البرلمان صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب وكل برلمان وانت طيب وانت كلكم ومصر كلها والسلام حضرتك متابع طبعا برلمانات اللي حصل اللي قبل كده في مصر اه الدورتين اللي فاتكم يعني اللي هو الفين وعشرة والفين وخمسة بزبط يعني غالبا كده يبقى لازم اول سؤال اقول لك إيه الفرق؟ إيه الفرق اه لا فرق كبير قوي فرق اه لو عايزين فرق وبارس خلينا نقول الفرق بين الفين وعشرة والفين وعشرة او شين وعشرة اه الفين وعشرة كان عارفين البرلمان كان انتخابات بالكامل تقريبا كانت مزورة النواب جايين على غير رغبة الناس اغلبية كاسحة تفوق تسعين في المية للحزب الحاكم لو الحزب الوطني منحل اه المرة دي الصورة مختلفة اه خلينا نقول كمان نتيجة البرلمان اللي فات الناس جالها احباط وفقدت الامل في اي حاجة ممكن تحصل لان المفوض ان البرلمان هو اللي بحط التشريعات اللي بتعمل تغيير في اي دولة اللي حصل بقى السنة دي ان الناس هي اللي زي ما حالك قلت النزلة انتخبت فهي اللي اختارت اين كانت النتيجة اللي طلعت ومش راضي على الناس كتير وده طبيعي لكن في النهاية الموضوع بمنتهى البساطة ان الناس اختارت وده برلمان جاي بعد صورة والناس حط فيه امل وهي اللي نزلت وقفت في التوابير بالسعاد فالحالة كانت مختلفة اه الحالة نفسها جواه البرلمان نفسه كان فيه فرحة وكان فيه سعادة شديدة جدا من ناس كتير قوي من اللي حاضرين من النواب اه وناس كتير حتى واحنا داخلين الصبح حاطين امل انا افاكر اخر رقطة وانا خارج بالليل الساعداشر سيدة بسيطة جدا نقفة قدام المجلس والعربيات خارجة فبتقول لهم احنا امننا فيكو يا نوابنا كويس اوي كويس اه دي ملاحظات الوحيدة اللي انت شفتها اه ده الفارق ده الفارق الوحيد اللي ما بين البرلمانين اه الحالة جواه لا الحالة جواه كانت مختلفة حتى على مستوى العمل السياسي يعني نعم المفروض قبل كده كانت بتبقى الرئيسات اللي جم مسلا او رئيس البرلمان او الوكلة كانوا محسومة للحزب الحاكم الحزب الاغلبين لأ سيد محمد خلينا ايه ناخدش واحدة واحدة بعد اذنك يعني مسلا حضرتك وانت قاعد حضرتك اه طبعا هما فضلوا من الساعة احداشر الصبح احداشر بالليل احداشر بالليل بزرعة حلو قوي يعني اتناشر ساعة قاعدين جوا احساسك ايه بالناس اللي قاعدة هل ناس اللي قاعدة دي ناس بتفهم هل الناس اللي قاعدة دي اه عندهم خبرات تكفي للكرس اللي هم قاعدين عليه هل في فرق ما بين الناس اللي قاعدة دي لبرلمان الفين واثناشر والناس اللي كانوا الفين وعشر اه في فرق كبير جدا وزي ما حاني بتقول فكرة بتفهم اه كان عندي احساس كبير جدا ان نوعية اللي ممودة من النواب نسبة كبيرة منهم كبيرة جدا عندها اذا كانش عندها خبرة سيسيفة على الاقل عندها خبرة علمية في تخصصتها عندها وعي وثقافة بقدر ما شفت في الفين عشر كان غير كده خالص شفت تصطيح لنسبة كبيرة جدا من النواب افكار سطحية جدا قدرتهم على استعاب حتى العمل البرلماني والتشريعي كان صعب جدا وده كان بان اوي لما تعمل لهم دورة تدريبية عشان يتعلموا ادوات البرلمان وما استوعبوهاش وكانوا بيخطأ كبيرة جدا ده كان في الفين وعشر اضطر رئيس المجلس يعملون دورة خاصة هو اللي بيدرسنهم بنفسه كأنه بيدي درس خصوصي فكان فرق كبير الفرق التاني ان في ناس من النواب اللي موجودين مارسوا عمد سياسي واشتغلوا سياسة بجد حتى في ظل النظام اللي قبل كده يعني لو قلنا فيهم ناس كمان شاركت في الصورة وكانت من وجوه الصورة سواء شباب او قيادات سياسية نفس الفكرة برضو على مستوى الحرية والعدالة حزب الاخوان هو برضو في النهاء اشتغل سياسة ومارس ففي نسبة مش قليلة عندها قدر من الخبرة السياسية نسبة مش قليلة عندها قدر من الوعي نسبة مش قليلة عندها خبرة قانونية في محامين وفي مستشدين انه الحماس اللي عندهم انه هما صوتهم كان مكبوت بزبط لسنين طويلة واخيرا جات لهم الفرصة انه هما يكونوا على الساحة بشكل جاي ناس كتير قوي من اللي موجودين عندهم امل عندهم امل في الجاية فده محمس ناس كتير او جنبان في كلمات ناس كتير سياس محمد الشارع المصري بعد اه الاراء بتقول انه لازم رئيس مجلس الشعب يكون متخصص في القوانين زي ما احنا تعودنا زمان هل طبعا الف مبروك للاستاذ سعيد الدكتور سعيد الكتاتني سعد الكتاتني ناسف وانا عارف انه هو دكتوراه في مجال النباتات هل ده يعني في مشكلة فيه لا خالص هو التقليد البرلماني العالمي انه بيرقس المجلس الشخص اللي يتوافق عليه والتقليد بيقول ان رئيس المجلس هو مدير للجلسة يعني ما هو رئيس الجلسة مش رئيس المجلس يعني هو زي وزي اي نائب لكن هو لازم عنده قدرة ادارية قدرة تنظيمية على ادارة الجلسة وفيه صوابك كثير جدا ورأس اقبر المنات سواء في مصر او برا مش رجال قانون مثل في مصر كان مثلا المهندس سيد مرعي في السبعينات كان مهندس زراعي وكان عبداللاطيف البغدادي ورئيس سبع انور السيداد وكانوا عسكريين وكان فيه برضو دكتور صبح عبدالحكيم رأس مجلس الشورى او رئيس مجلس الشورى في اوائل التمانينات كان استاذ تاريخ نعم وفيه في العالم حاليا رئيس البرلماني الاوروبي اللي هو اكبر هيئة اشرعية في العالم اللي هو بوزيك ده مهندس جيمية ورئيس البرلماني الالماني استاذ علم اجتماع عظيم فهي الفكرة ان هو مطلوب ان هو يكون راجل عنده قدرات ادارية ويكون عليه اتوافق من النواب قوانين الخاصة بمجلس الشعب والقانون الخاصة او البنود الخاصة باننا القي او اقسم القسم بتاع مجلس الشعب امبارح شفنا انه عاديين بقالنا سبع ساعات تقريبا او حاجة كده كل واحد يطلع يقول القسم بتاعه بغض النظر مين زود كلام او ما زودش كلام هنخش فيها انما هل المتبع عالميا انه كل واحد لازم يقول كده ولا ممكن مثلا رئيس مجلس الشعب هو يقول والباقي يردد وراه خلاص لا هو التقليد البرلماني المصري وده ورضو تقليد موجود في برلمانيات كتير جدا في العالم ان كل نائب بيحلف القسم بشكل فردي وده عشان من باب تحمل المسئولية الشخصية لانه يتحمل مسئولية نفسه كنائب ومسئولية قدام الشعب ده بيبقى فيه تطمنا للمواطنين لان حد ما ممكن يقولك تبيفرض واحد منهم ما حلفش نعم فهي الفكرة انه دي بيدي نوع من الثقة للمواطن وبيدي نوع من تحمل مسئولية كل نائب انه بيحلف القسم بنفسه لان القسم بيبقى له هيبة فالهبة بتتفرق على المجموع لو كله هيقسم مرة واحدة لكن لو بيقسم لوحده بتفرق طبعا دايما بشوف كده نائب او الشخص اللي بيحلف القسم يعني لازم الورقة تبقى في ايدي دي لازم بجد دي احد التقاليد البرلمانية انه لازم يبقى مسك الورقة في ايده من باب برضه الثقة وعشان ما ينساش لانه ممكن في هبة الموقف لان الموقف فعلا بيقاله بالنسبة للنائب ممكن ينسا فهو تعرف عالميا او من التقاليد البرلمانية القديمة انه يبقى مسك الورقة حتى لو ما بصش فيها وهو حافظ بس لازم يبقى مسك القسم في ايده برضه من باب احترام القسم وهيبط بعض الليبراليين اللي موجودين في مجلس الشعب وبعض الاخوة السلفيين اللي موجودين في حزب النور زودوا كلام هل ده قانون مسموح؟ في لايحة مجلس الشعب المصري لا ده غير مسموح بي ومش بس في لايحة النص القسم منصوص عليه في الدستور المصري في الابواب الخاصة بمجلس الشعب ولكن مفيش قانون بيقول يعاقب اللي ممكن يزود في القسم لا هو مش قانون هو الدستور نص على القسم قالك ان النائب يقادي اليمين في قوله الجلسات الإجرائية ونص القسم كذا ده منصوص عليه في الدستور فلايحة المجلس بتلتزم بدا الليحة بقى بتنظم طريقة اداء القسم والاسلوب بتاعه بما ان في نص منصوص عليه في الدستور فاذا ما فيهش حد يخلفه فلايحة بتقولي انت تقولي النص كما هو تمام بس لما جوم في مرحلة احنا انا بحاول افتح كل اللي احنا شفتان بارح تقليل لتناشر ساعة نحاول نفهم ونوضح لان فيه سور وصلت للناس مش واضحة او مغلوطة بالضبط اه طب ايه ايه طب حضرتك ايه الحاجات اللي شايفها انت مش واضحة للناس اه قصة زا ما فيك ساعت من شوية انتخاب رئيس برلمان غير مش راجل قانون تمام دي جا مو كانتش واضحة للناس الجزئية اللي هي خاصة بحلف القسم الناس مش فهمة والخناعة اللي حصلت على ساعة ترشيح الرئيس هل ده صحة ولا غلط انا فيه حاجة انا عارفها يعني يغششوني في الشارع المصري ومشاهدي نارك سعيد احنا اساسا اه يعني من قبل لما ينعقد اول جلسة واحنا عارفين انه الكتتني تمام هو يعني رئيس مجلس الشعب واذ فجأة واحنا في البرلمان مبارح وعمالين نشوفه ومنتكلمه عارفنا انه لا انا معترض انا لازم يحصل الانتخابات او لازم يحصل كذا 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 فحصل جدل بصعي هذا الموضوع والناس ابتدت تقلق هيختلفوا من اول يوم وناس تقول تا ما هذا كويس انه يختلفوا في اول يوم لانه لازم يبقى فيه وجهتين نظر ويوصلوا للاحسن انت كنت شايف ده ازاي خلينا نمسكها واحدة واحدة عشان المشاهد معنا يستوعب اللي بيحصل اولا طريقة انتخاب الرئيس نعم كل يعني رئيس الجلسة بيقول مين من النواب عنده نية الترشح فبيقوم نائب بيعلن انا اسمي كذا وبرشح نفسه حلو وبيتم التصويت عليه حتى لو ما ترشحش في الشخص واحد لازم يتم التصويت عليه زي ما حصل في منصب الوكيل بالليل كويس او دي طريقة الترشح هل يجوز ان احنا نتفع على رئيس من قبلها ده في التقليد او مش في التقليد في العرف السياسي في العالم كله يجوز حاجة اسمها التوافق ان مجموعة من القوى السياسية توافق وتكون اغلبية ممكن يكون مطهرات سياسية مختلفة ويقولوا احنا هناخد فلان لمنصب الرئيس كويس ويتلفق على كده ممكن يبقى فيه ناس مش موافقة لان فيش حاجة بالاجماعة هو بالتوافق مش هتقدر تجيب اغلبية مطلقة يقولوا احنا هنرشح فلان وهنصوت فده سياسيا ما فيهوش مشكلة فهم توافقوا فيه جزء مش معاهم في الاتفاق ده ومنهم مثلا حزب الوسط ما توافقش على ده اللي هو النائب بتاعه استاذ عصام سلطان قال انا هرشح نفسي ورشح نفسه فعلا وكان فيه مرشح من قتلة اللي هو الاستاذ يوسف البدري فرشح نفسه المشكلة اللي حصلت ما كانتش على الترشيح كويس هو استاذ عصام سلطان طلب ان هو يعرف نفسه كمرشح يعمل يعني يعرف الناس بي بالنواب انا مين ان انا عشان كده رشحت نفسي فقالوا له اللي حالة تسمح بدا فهو دخل معاهم في جدل حوالين بقى تفسير اللي حا هي اللي حا بتقول انه لاي جوز المنافسة تحت القب فهو قال لا هي قالت المنافسة مش ان انا عرف نفسي فبدأ يدخل في جدل قانوني مع الدكتور السقق رئيس الجلسة هو اساس قانوني عريقي عزيم فالفكرة ان هنا اللي عرف ايه عالميا ان واقس الجلسة يحسم الجلسة ده يعني يلتزم بالنص الليحة ويقول لا ما حدش عرف نفسه يعمل زي ما حصل مبارح بس الاسف الدكرار ده جي متأخش شوية بعدما الناس بدأت اشتبك في الكلام مع بعض انه يشوف انه هو طوافقيا ممكن خلاص يا جماعة ندي لكل واحد دقيقة ده كان ممكن يحسن من الأول هو حاول يحسنه فالاغلبية اعترضي اغلبية النسبية اللي هي الحرية العدالة اعترضوا فرجع قالك لا خلاص فعصام السلطاني اعترض وبدأت كتلة تانية تدخل معاك تمام فبدأ ان هما سيد محمد احنا الشعوب اللي في العالم كلها مش كل يوم بتعمل صورة طبعا ومش كل يوم بيعاملوا مجلس شعب تمام لكن في حالتنا احنا سنة 2012 ومجلس شعب جديد واجي بعد صورة وسنة يومين كويس هل في الحالة دي احنا لازم نمشي على نفس القوانين الخاصة بمجلس الشعب السابق ولا المفروض ان هما يبتدوا ممكن عندهم الامكانية ان هما يغيروا في القوانين اللي بتحكم مجلس الشعب حيث تقصد اللوايح الداخلية لا مش ملزمين بدأ هما بالفعل عندهم نية كان في تصريحات للدكتور الكتتني من فترة قبل من البرلمان يبدأ قال ان احنا عندنا نية فعلا ان احنا نغير حتى كان في بعض نواب الوطني بيعترضوا عليها اللايحة لانها ما بتمكنش النائب قوي ان هي يؤدي دوره لكن ايه اللي هيحصل ان هما هيفعلا هيفتدوا يشتغلوا باللايحة القديمة وحيبدأ يشكلوا لجنة لوضع اللايحة جديدة هتستغرج ما بين شهرين واربع شهور وبعد ما تخلص يتموا التصويت عليها وتستخدم لكن هما هيتشتغلوا باللايحة الحالية بس لتسيير الامور اللايحة هتاخد وقت على ما تتعدي حضرتك ليك علاقات جوة المجلس الشعب الحالي يعني هل تعرف ناس على علاقة بالناس كلها على علاقة بجزء كبير من ناس جزء اللي علاقة بشغل على قد مبارح ما عرفش اذا كان المعلومة دي صح ولا خطأ انما يعني شفناها بس حضرتك يعني يمكن توضح حالنا اكتر عشان كنت انت موجود نائب عمر حمزوي طلب ان يبقى فيه جلسة سريعة استثنائية سريعة جدا بسبب ايه هو مش عمر حمزوي طلب مبارح هو عمر تقدم طلب خصة حاجة تانية هو كان فيه طلب من قبل كده بيطلبه مجموع من النواب ويأكدوا عليه مبارح دكتور عمر حمزوي وكان موجود اليوم حاجة وثلاثين عضو تقريبا اه ايه طلب ان هم عايزين متعرف عليه ان اول يوم بيبقى جلسة اجرائية بس كويس هم طلبوا تبقى فيه جلسة موضوعية يتناقش فيها موضوعه تانية بعد الظهر طبعا قالوا ان ده مش هيحسب هيبقى صعب لان الموضوع هايخد وقت اللي هو الجلسة الاجرائية فتم الاتفاق على ان الموضوعات المطلوبة تتم منقشتها النهاردة في الجلسة الموضوعية من المتوقع النهاردة ينقشوا ايه اول موضوع المفروض هيتنقشوا في ايه الجلسة النهاردة هتبقى فيه جلسة تانية الجلسة الاولى جلسة اجرائية ايضا خاصة بتشكيل لجان المجلس الجلسة التانية هتبقى خاصة بمنقشة زي ما اعلن رئيس المجلس مبارح بالليل قبل ما يقفل خاصة بمنقشة حقوق الشهداء وفيه كمان حيتحط على جدول الجلسة الطلب اللي قدمه الدكتور عمر حمزاوي ومجموعة من النواب بان يتم تشكيل اربع لجان تقص حقائق من المجلس يخص موضوع الشهداء قتل الشهداء في 20 يناير وقتل قتل مسبيرو وقتل مجلس الوزراء والطلب الرابع برضو يخص يعني يتقص في احد الحوادث اللي حصلت متوقع امتى البرلمان ده يبتدي يشتغل على المواضيع الخاصة بالشعب بقى ومشاكل الشعب واحد اتنين امتى المفروض ان هم يعني يبتدوا يفكروا في اللجنة الخاصة بوطع الدستور يعني مثلا كمان 15 جلسة مثلا او كمان لا هو المجلس بيحط جدول اعماله بمجرد ما ينتخب رئيسه الوكالين وبيبدأوا ينفذوا ايه اللي هيتحط على جدول الاعمال حسب ما بيورد من الاعضاء وطلباتهم سواء طلبات احاطة او حتى بالتوافق ممكن يتم بالتوافق اتصلات ما بين الاعضاء ايجا ما احنا توافق على كذا نقدمه يوضع على جدول الاعمال فجدول الاعمال بيحط رئيس المجلس والوكالين مع الامانة ده مسألة طبيعية جدا مسألة الدستور هو الاعلان الدستوري اللي صدر في مارس بيقول ان الجماعية التأسسية هيشكلها لوضع الدستور هيشكلها مجلس الشعب والشورى في اول جلسة مشتركة وده لسه هنستنى نفيجة انتخابات مجلس شورى ساعتها يعضوا بعد اول جلسة ويبدأوا يحطوا تشكيل الجماعية التأسسية اللي هتصل من دلوقتي ده هيشارك فيه مش بس النواب والمجلس وبقوة سياسية ومواطنين او فئات كتير مختلفة فكرة ان هو يتم التوافق على شروط الجماعية التأسسية شروط الاضاء بتاعت الجماعية التأسسية بما ان حضرتك متابع البرلمانات اللي قبل كده ازا كان في 2010 او 2005 تفتكر المفروض النصيحة الاولى للنائب البرلمان او نائب الشعب 2012 النصيحة الاولى اللي ممكن تقولها له ايه؟ هي النصحتين الاولانية حاجة شخصية ليه هو لازم تقرأ ولازم تبقى عندك وعي وثقافة عشان يبقى عندك مرونة تقدر تقبل الاخر وتقدر احيانا انت ممكن تبقى شايف ان الاخر المختلف معاك حتى سياسيا او من طيار تاني انت بينك و الناسك ممكن تبقى شايف ان هو صح عشان تتأكد ان هو صح فعلا وتقدر تقول رأيك بمرونة لازم يبقى عندك وعي ولازم يبقى عندك قبول الاخر الازمة الكبيرة اللي عندنا في النواب الحالين والقدام ممكن تكون اقل شوية في الحالين بس ما وجودها بالنسبة كبيرة فكرة قبول الاخر لازم عنده قبول الاخر سواء المختلف معاه سياسيا او حتى في الرأي انت سيد محمد ده عندنا مشكلة مشكلة كبيرة جدا في المصري عموما هي مشكلة في المجتمع اه المجتمع عموما فبالتالي هو بيعكس المشاكل اللي في المجتمع كويس النصيحة التانية فكرة تبقى فيه مصلحة علية اه اي حد طبيعي خلينا يعني احنا مش مثاليين ومش ملايكة بيبقى عامل حساب مصلحة الحزب بتاعه او الطيار اللي هو تابعه لكن لازم المصلحة العلية تتغلى يعني حد مثال ما حدث في الجلسة امس انا ممكن اعلى علشان شكل البرلمان المصري قدام العالم اللي كان بتفرج علينا يبقى افضل نعم فهي الفكرة ان انت تحط مصلحة علية ومعها مصلحة الحزب في الترتيب التانية ام او نحط دائما مصلحة مصر ما هي المصلحة العلية بنقول عليها مصلحة مصر مصلحة العلية دي بتبقى بعض الاحيان بتختلف من من شخص لشخص ومن وجهة نظر لوجهة نظر ومن طيار لطيار ومن يعني انما هي مصلحة مصر هي اهم حاجة لازم تجمعنا كلنا ساز محمد غريب اه الصحفي بمصر اليوم والمتخصص فيه شؤون البرلمان شرفتنا ونورتنا فاندم وشكرا لتواجدك معنا النهار شكرا لكم شكرا لحضرت شكرا فاصل ورجعين حالا